عشان بس نفهم احنا مشين ازاي الجزء بتاع الـ A2D Converter يا شباب مش هنخدنا الجزء ده قلنا لو أنواع كتيرة حد يكلمني بس رد علي ايوه دكتور حضرتك شرحت بس كذا وقلنا هندوك الريبورت على وقلنا فيه الجزء بتاع الفلاش قلنا هندوك فيه جزء برضو ريبورت وما عارفش قدمتوه ولا لسه ريبورت ده عانا في المنحجة دكتور همتحب فيه طيب همتحب فيه الريبورت مش الريبورت يعتبر سيلف ستالي مش لازم تاخده تاخده وتحذره معك وتعمله وتناقش في الستيكشن مع المعيد فيه اي حاجة بدهلك ريبورت وتقدمها للمعيد المعيد ايه تناقشوا معاه فيه دكتور احنا في الستيكشن لسه في النهي سيدكتور ايه انا هيتشدوا النهاردة بحيث يخشولكوا في الموضوع ده بس خلينا بس نتكلم كلمة ايه دو دي كونفيرتر يعني ايه يعني بحول اشارة من الانالوج اللي هي زرق اللي فوق ديات الى ديشتل اللي هي كان الزيرو والوان ايه المراحل اللي بنعد عليها عشان نعد الكلام ده خلي بالك انا كنت قلتلك قبل كده ان كلمة ايه دو دي كونفيرتر قلتلكوا فيها ان دي دايرة اما كن بتكلم على سيركت مش كده اما كن بتكلم على ايه على سيركت دوائر اما كن بتكلم على سيستم يعني الشغل بتاع النهاردة اسمه سيستم كومينيكيشن سيستم او كومينيكيشن انجنير بنسميه ايه بقى بنسميه بلس ايه بلس كود موديلاشن يبقى البلس كود موديلاشن هو نفسه الـ A2D كونفيرتر بس من وجهة نظر الدوائر اسمه A2D ومن وجهة نظر الكمينيكيشن اسمه ايه بلس كود ايه موديلاشن في النهاية انت عايز تحول من انالوج الى ايه الى ديش دا تا عشوف المراحل دي كده اللي احنا مع بعضنا اول مرحلة اللي هي السامبل اللي احنا قلنا عليها بنقض الـ F-S اللي يكون دي ريتر زان او equal to 2 F-M او 2-W احنا قلنا عليها الـ Naico Street وحددناها موجودة وبعدين السهم الاسود اللي في النص اللي بعد المرحلة الاولى دي ايه المرحلة الاولانية دي خالص كده اللي هي البلس amplitude modulation لو خدنا كمثال واحد على الكلام طيب عشان يتحول الى digital ويبقى موجود system بتاعك طلعته zero one واخبلك بدل ما انت خدت عيناتها ادي بلس ادي بلس ادي بلس اللي هي النقاط دي كلها دي بلس موجود ممكن يبقى amplitude زي ما اللي في الرسمة اللي قدام منا كده او نحولها بقى الى level سابتة وكلمة level يعني ايه يعني تفضل موجودة بدل ما كانت عينة صغيرة كده في طيب معين لأ هتثبت لفترة معينة وكلمة تثبت يعني قربناها الى اقرب level موجود فالمرحلة دي اسمها الايه quantized يبقى quantized هو تقريب اهو العينة اللي انا خدتها زي كده pulse amplitude او time او ويتس او اي حاجة الى ايه الى مستوى ثابت طب ليه مستوى ثابت يا دكتور لان ال level دي بتترجم بعد كده على ايه بتتترجم على ايه عينات يا واحدة شباب كده اردع تليفون ثاني واحدة بس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم نعمل ايه بقى لازم نعرف يعني ايه كلمة الكونتايزر اللي احنا هنقرب ايه المستوى بتاعه لكده الرسمة اللي قدام منك ديت ممكن تسميها انالكتو تشعر كونفيرتر بروسس او تسميها ايه بقى بالس كود ايه موديليشن الفرق بين الاتنين ايه زي ما اتفقنا ان انت بتتكلم من وجهة نظر الكومنيكيشن او من وجهة نظر الدواير وكلمة الدواير يعني القياسات مادة القياسات اللي انت خدتها دي الحاجات اللي احنا بناخدها فهو عرف لك ثلاث مراحل هوت مرحلة السامبلينج اهي اللي هي القدام منك المرحلة الاولى دي ومعادي اللي هي التقطيع مرحلة الكوانتايزنج وكلمة كوانتايزنج يعني بتقربها الى اقرب مستوى هتطلعه ومرحلة الانكودينج اللي هي ترجمة المستوى الى ايه الى بايناري سيجنل يبا فيه عندك ثلاث مراحل مرحلة السامبلينج مرحلة الكوانتايزنج مرحلة التالتة عملية الانكودينج اللي هي تحولها الى ايه الى دجت الموجود تعالوا نشوف كده مرحلة مرحلة كده كل مع بعضنا كده العينات اللي قدام منك دي هي ستيب رقم واحد الكوانتايزنج الاشارة المناقة دي اللي قدام منك دي الاشارة الانالوك اللي قدام منك دي اشارة الانالوك العينات اللي هي قدامها على رأسها كده نقاط صوتها دية العينات البالس اللي موجودة قدام منك اللي احنا بنقول فيها ان احنا عايزين ناخد العينة بس خلي بالك كده اما تلاحظ تلاقي العينات الأصلية شوف النقطة السودة على الخط الأحمر خلي بالك النقاط الزرق دي على الخط الأحمر لكن هنا النقاط دي مش على خط المنقل ولكنها خدت مستويات مقربة فين بقى المستويات اللي قدام منك هنا ادي مستوى من دول انت خدت كده محور رأسي مكتوب عليها المستوى اللي انت عايزه والمحور الأفق دي هو فعلا يعتبر زمن او طايم لكن العينة الاولى العينة التانية العينة التالتة العينة الرابعة لانها طعناه بس بقربها لأي مستوى من دول اذا كانت في نص المستوى ممكن اطلحها فوق المستوى او تحت المستوى يبني ايه بحاول اقربها الى اي مستوى طب ليه اي مستوى لان بنسمي ده مستوى وده مستوى وده مستوى حيبني الكلام ده فين في الجزء اللي قدام منك دي مش الدجتل ده يعتبر زيرو للزيرو ده ايه اللي عرفك ان العينة بتاعتك هتجعل مستوى دول لأن أنا بقول ده 0-0 ده 0-2-0-3 كل ما تطلع الأعلى فوق كل ما قيمة الأمبرتود بتزيد وبالتالي أنا مطلوب مني كراجل بأعمل ديزاين أن العينة اللي أنا بيخدها من الإشارة أن أنا قربها الأخيرة بمستوى وزي ما اتفقنا الفرق بين المستوى والمستوى التاني قد إيه يعني الفرق بين كل لفل والتاني إحنا كنا سمناها دلتا طب بتساوي إيه الدلتا عشان أقربها بيقول أولا هنا اتنين mb اتنين mb اللي هي أعلى قيمة فوق اللي هو سمها لفوقنا خليها لأي قيمة أعلى من القيمة أو إيه على أعلى قيمة يبقى اتنين big to big value طب والإيه اللي هو إيه اللي هو عدد الليفل طب واجب عدد الليفل إزاي دكتور إن عندك كم بت أربعة بت يبقى كم ليفل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر لغاية كم لغاية خمستاشر بس الزرو محسوب عندك كم ليفل تلاتة أربعة تلاتة أربعة يبقى ستتاشر ليفل يبقى كإنك بتقول الفرق من كل ليفل والتاني عبارة عن اتنين a m b حيث m b اللي هي عبارة عن big to big value اللي هي من ايه من فوق اللي تحت كده أو إذا خدت الجزء اللي فوق هيبقى m b والجزء اللي تحت سالب ايه m b يبقى من big to big هيبقى 2 m b على l l اللي هو 16 اللي بيساوي 2 c ايه 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 دي بديئة عبارة عن ايه step size دي بيسموها step size لو بصنا كده step size اللي قدام مننا تعالي شوف كده المستويات اللي بتطلع عندنا اللي قدام مننا كده دي اسمها step size دي كده كل واحدة من دول اسمها ايه step size دي اسمها step size step size الفرق من كل واحدة زي درجات السلم كده وخلي بالك step size دي الجزء الموجب فيه زيها سالب ناحية التالي سنجي نتكلم علىها بعدين يعني فواضح فعلا ان دي شكل ايه المستوى الموجود او لو خدتها رأسي بقى زي ما انت شايف كده هي دي القيم اللي احنا نشوفها من جي نتكلم علىها بعدين يبا زي ما انت ماشي كده عمل انت تطلع step size في كل مرة لما بتطلع او خد تالي اللي قدام منك من جزء اللي موجود فوق دي اللي قدام منك هتجي بقى تقول لي طب يا دكتور ايه بقى كلمة بلس كود موديلشان ويف فورم ده هو عمل هنا الدجيت اللي هو سمه زيرو بس كلمة زيرو ديت يعني ايه يعني ليفل ليفل يعني ده يعتبر الليفل واحدة الترتيب يعني ما يقصدش فيها ايه الخارج بتاع الدجيتال يعني اوه بس وكلمة البايناري ايكوفلانت الذي يماثل هذا الكلام يبقى نقدر نقول ديت ان ده رمز ليفل معين ده قيمة البايناري سيجنل اللي موجود وده شكل الجزء اللي موجود عملها ازاي هو قال لك كل زيرو 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 همثله بسالب ايه بسالب واحد مثلا ولو كان عندي ومن همثله بموجب ايه بموجب واحد او انت لو احنا خدنا التمثيل ده اهو وفيه سالب يبقى عندي كم موجب وكم سالب عندي تمثيل اتنين واحد موجب وسالب ممكن اخليه زيرو 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 وده اللي واحد بس بس يبقى ده اسمه تمثيل كل موجب بسموه يونيبولر التمثيل ده اسمه بايبولر بايبولر ليه لان فيه موجب فيه موجب اهو فوق وفيه سالب تحت الموجب اللي هنا يمثله وعلى فكرة القيمة ديت لها لها فاليو فولت تقدي ايه ممكن تبقى خمسة فولت او خمسشار فولت واحنا اتفقنا ان فيه حاجة اسمها TTL وحاجة اسمها CMOS التTL اللي هو ترانزيستور ترانزيستور للوجيك وده بيكون خمسة فولت زي اللي موجود عندك في المعمل الاي سيز اللي موجودة باربعة وسبعين دايما الاي سيز بدء باربعة وسبعين تبقى TTL وفيه اي سيز مثلها في المعمل موجودة عندك بدء باربعين وخمسة واربعين على الشمال دي بتسميها CMOS وكلمة CMOS هنا اختصار كلمة كومبيليمنتري متال اوكسايد سيما كوندك اللي هي زي الموس اللي موجودة وبالتالي عندنا نوعين اثنين من الايه من تنشيد الموجة يا اما مثلها TTL يا اما مثلها ايه CMOS ما تكبر شوية وتخش بقى باكاريوس هتشتغل مشروع المشروع بيحب يتعامل مع ايه مع الدوائر اللي هي زي السيموس لان السيموس يعتبر ICS رقيق بيتأثر عليه الشحنات الصغيرة اللي في كف ايدك اما TTL ما بتأثرش بالشحنات الصغيرة وبالتالي تشتغل بيها فعشان كده بنتديل الطلبة يتدربوا عليه انها بعد كده ما تكبر بقى يبقى لازم تحاسب شوية وانت بتتعامل مع ال ICS اللي هي بالسيموس لان الكارنت فيها بيكون ايه قليل وبالتالي الفولت اللي بتأثر فيه بيكون حساس للشحنات الكاروستاتيك اللي موجودة على ايدك عشان كده في المثال اللي قدام منا ده قالك 16 كوانتيزيشن اللي يمثل كم بيت 4 بيت السؤال اللي أنا عايز اسألولك من مصلحتك تخلي الدلتة فيه دي كبيرة ولا صغيرة ما هي كل ما كانت المستويات قريبة من بعض هتقرب العينة لأقرب مستوى كل ما ايه لو كانت المستويات دي قليلة مش هتكون دايما التقريب هيكون فيه صعوبة شوية حد تجاوب معاي لو الدلتة فيه دي كبرت ايه اللي يزيد او يقل خلينا كده طب لو عدد الليفل اللي هو اللي ده زاد في المقام الدلتة فيه يحصل لها ايه تقل طيب لو ال دي كبرت احنا قلنا لو قلت يعني يبدلت فيه ايه تجبر تجبر يبقى انت ايه امدلت فيه المسافة اللي بين الخط الابيض والخط الابيض اللي موجود ده اسمه الليفل كل ما تقرب من بعضه العينة هتقرب لأقرب ايه مستوى هنا دي تتقرب لأي مستوى من دول تتقرب لأي واحدة من دول وهكذا وانت ماشى شوف وقالك الكوانتية السامبل اللي هي اللي فوق اللي هي النقاط السودة شايف والم مفتي اللي هي النقاط اللي على اللي هي موجودة على النقطة اللي موجودة خلي بالك لو حبيت تفصل الجزء المتنقط عن الجزء اللي هو كله عمل زي ده مش هتلاقي فيه فرق بين العينات وبعضها يعني افرض ان كانت العينة هنا لو خدتها عند النقطة اللي واضحة دي كانت العينة دي بتستوي خمسة فولت مثلا الكوانتايز دي خليها لك ستة خمسة ونص ولا حاجة مش كده فوق الخمسة مش على الخمسة يعني كأنك بالزبط ايه هو قربها لك يعني ما هياش قيم حقي طب هو هيبعت الخمسة فولت اللي هنا ولا هيبعت الخمسة ونص ما هيبعت بقى الديجتال سيجنل ابعت الخمسة ونص ولا ابعت الخمسة تاني السؤال مرة تاني هناك خمسة يبقى في الترانسيميتر كام خمسة في الترانسيميتر قبل ما يبعتها خليها لي خمسة ونص بالكوانتايزر هتمسي الريسيفر هيستقبل خمسة ولا خمسة ونص يستقبلها خمسة ونص خمسة ونص اما يجي بقى يرجحها يعمل لها الريكافري هتبقى القيمة الحقيقية اللي هو استقبلها غير اللي ايه مبعوض اهو ده اسمه ايرور اسمه خطأ الخطأ ده يقل ازاي ان انا اقل ايه تاني هقول تاني ولا ايه يعني الاستيب اه يعني يعني هي كانت خمسة بعتها خمسة ونص طيب مش كان احسن يخليها لي خمسة وواحد من عشرة مثلا او خمسة واثنين من عشرة بس كده دكتور يعني اللي هبلها مش هتبقى أقل من المستوى ولا ايه ما خليك معاي مهدلوقتي ايه اللي خلاها بعتها خمسة ونص لان المسافة بين كل لفل والتاني ادتني التقريب ده وخبالك عارف انت مثلا اما تكون انت اقربها لك ازاي لو انا مثلا بقولك لو سمعت انا عايز اطلعك يعني درجات السلم بتاعتك اللي جوه البيت تزيد عدد الدرجات تزيد مش عدد الدرجات تزيد هيبقى السلم بتاعتك اقرب الى الايه الى الارض العادية اللي ماشية بميل عادي ولا ما تخلي درجة السلم عالية لا ازود عدد الدرجات ازود عدد الدرجات لو زودت عدد الدرجات مش هترفع ايه رجلك اكتر من حجمه معين كل رفعة الرجل دي معناها خطأ انا بالنسبة لي عايز ايه اخلي القيم كلها متقربة على بعضها لما تكون القيم متقربة يبقى درجة السلم لازم تقل اللي هي الدلتة فيه لو درجة السلم قلت يبقى لازم اعمل ايه هنا دي حاجة من الاتنين البسط اغيره والبسط ما بعرفش اتحكم فيه لان ده الاشارة اللي موجودة ما عرفش اغير فيها حاجة لكن في ايدي ايه الال الحاجة الوحيدة اللي اعملها عشان اقللها ازود ايه البيتس عدد البيتس يبقى تزويد عدد البيتس لمصلحتك انك تقلل الدلتة فيه طب لو قللت عدد البيت اخلي ايه في الدلتة فيه هتزيد وانت عرف ان الدلتة فيه ده في الاخر هو نويس خبلك هو اشارة في الاخر خطأ موجود ما تلاحظ كده تلاقي موجود قردام منك اللي هي اتنين ام بي عشان نحدد الفرق بين الاتنين كل ما الستيب سايز ديه بص كل ما الستيب سايز تقل 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 هتلاقي الملقط زي الصولد مش كده كل ما الستيب سايز هيدا الستيب سايز هاي شوف الستيب سايز اللي هي ارتفاع اهو ده الارره اللي تحت قدام منك اللي هو الجزء التحتاني ده لان ديه المستوى الاول المستوى التاني المستوى التالت المستوى الرابع الخامس السادس السابع وهكذا ده وانت بتنزل برضو نفس المستوى وده زي ده وده زي ده وده زي ده كل ده مستويات فإذا بتقرغها لأقرب ايه لأقرب مستوى امت الستيب سايز ديه او امت الخط المعرك ده يتماثل مع المناقط شوف خلي بالك الحتة الاخرانية دي خلاص كده او الحتة اللي فوق دي يعني الاتنين دول قد بعض ماشي طب الهنا قد بعض هذا الجزء المنقط زي المتصل لا فيه خطأ الخطأ الفرق بين الاتنين ده الارور هو اللي طالعوا قدام منك او ده اللي موجود هنا الارور قليل شوي كل ما كان مضغوط كده الارور قليل شوي هنا الارور عالي شوي هنا الارور عالي شوي هنا الارور ايه اعلى شوي اذا كل ما ايه طبعا ايه خلي الستيب صيز يبقى صغيرة 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 عشان اصغرها اخلي الستيب صيز ايه تصغر وعشان تصغر الستيب صيز يبقى المقام بتاعي اللي انا حطه تحت ده اللي انا حطه تحت اللي انا حطه تحت الموجود لازم يزيد وعشان يزيد يبقى النمبر قبت بيزيد طب النمبر قبت اللي عندي لو زادت في مصلحتي لا ليه ليه مش في مصلحتي باندويتس عادي يعني ايه باندويتس بقى خلني فرق عندنا كيوزر الشخص اللي بيبعت الإشارة من مصلحتي كشخص بعمل كوانتيزيشن لصوتي لأن المنقط ده هو صوتي إشارة من مصلحتي أزود النمبر قبيت بس مش مصلحتي الشبكة أزود النمبر قبيت ليه التشانل يعني لأن التشانل ديها تليا والغيري فأنا كنت بدل ما ببعت أربعة بيت للعينة الواحدة هبعت خمسة بيت وستة بيت وتمانية بيت لبقى في الحالة دي بقول ايه ان انت عندك نوعينة نم الكوالتي هل انت تقصد الكوالتي بتاع اليوزر لو كوالتي اليوزر من مصلحتي أزود النمبر قبيت لأن في الحالة دي بقلل الأرور ولو قللت الأرور يبقى السيجنل تونيز ريشو تزيد ولا تقلل الأرور الأرور يبقى السيجنل تونيز ريشو يبقى السيجنل تونيز ريشو زادت لما الأرور إيه يقل والأرور يقل لي إمتى يا شباب لما النمبر أفليفل إيه يزيد ولما النمبر أفليفل يزيد معناه أن السبسائز إيه قلت بس زودت أولنمبر أفبت يبقى هنا الكواليتي بالنسبة لليوزر ده كلام صح مضبوط اللي بتقول عليه لكن تعال بقى من تمثلت العينة بتاعتك بذالما كانت 4 بيت مثلتها بخمسة وستة أو تمانية بيت ما يخذت حيز في القناة يبقى الكواليتي بتاع الباند ويتس بتاعتك في القناة راحت منك وموجودة ده ده بس إيه فكرة شهر حموجودة الكلام اللي ما كنت في المحاضرة ده ده كل الكلام اللي أنا بقلت عليه من شو هي اللي هو إيه القيم الإيرو اللي موجودة اللي أنا بشرحه اللي موجودة تعال بقى نحسب دي كده مع بعضنا حيطة رياضة شوية مش إحنا قلنا الدلتا في بي ساوي 2م بي على إيه هذا الدلتا فيه طيب هو حسب الكوانتيزيشن نويز إزاي أولاد عايزين نعرف كده إزاي نحسب الكوانتيزيشن نويز وليس ماها كوانتيزيشن لأنها جامل كوانتيزيشن ما هو قدل قدل كوانتيزيشن الفرق بين الإيه بين العينة اللي انت قربتها اللي أنا قلت عليها من شوية كانت هنا كام خمسة فولت مثلا اللي هي الحقيقية انت خليتها كام خمسة ونص يبقى الفرق بينهم قديه العلمة اللي فوق ديت الام هات ديت معناها العينة خليتها كلمة كاتي اس اللي هي إيه الإن يعني العينة السامبل الأولى أو التالي يبقى بين كل عينة والتانية بتسوي إيه إيه يبقى أعمل إيه الفرق بالاتنين دي اللي اسمها الإيرور اللي موجود الإيرور ديت إمتى يبقى صغير لما الإيدية تقترب من دي بقى زي ما قلت لك مثل ما كان نص فولت ممكن يبقى واحد من عشرة فولت أو التان فولت زي ما يطلق يبقى أنا بحق باخد الكلام ده المجوم يعملوا الرياضة بتاع الكلام ده طبعا خلي بالك أنا ممكن أخلي النيوز ده مره موجب ومره سالب لو الإشارة أكبر أو أقل لكن إما جاي حسب النيوز بربع وطالما ربعت يبقى يفرق عندي السالب أو موجب لا ده بوق بقول إيه لو سالب خمسة في سالب خمسة تربيع هي موجب عشان كده قال لك أنها بتساوي القمل اللي قدام منك دي لها إسمات رياضة يعني إيه دي اسمها النيوز حتة دي معدد دي كده دي اسمها النيوز الاسمات الرياضي بتاعها بيقول لك دلتا في تربيع أوفر تولف دلتا في تربيع أوفر تولف يعني معناها أن النيوز تتناسب طرديا الباور يعني مع إيه؟ مع مربع الدلتا تربيع أوفر خلي بالك لو الدلتا فيه زادت يبقى النيوز إيه؟ زادت النيوز ايه؟ لو جات موجودة تعال أمسك المعادلة دي كده اللي هي قدام مني وشوف إيه إيه دي دي إيه؟ دية النيوز مش كده؟ شباب المعادلة الكيوب اللي احنا طلعناها من شوية أهي الكيوب السوي كام؟ الفرق بين عينتين العينة الحقيقية والعينة المقربة أهي؟ هذه الفرق بينهم وهم وخبالك طب ربعتها بقت إيه؟ هي كتل أول فولت مثلا أو كارنت هتبقى باور يبقى ديلتا تربيع إيه؟ أوفر تويلف اللي قدام مني دي دي لها إثبات رياضي هنقولك عليه بعد شوية يبقى لها إيه؟ دلتا تربيع أوفر ورد خلي المعادلة دي سماها رقم واحد طب المعادلة دي الإس نوت بتسوي إم تربيع اللي هي الجهد تربيع حيث هو الإم تربيع اللي هو الإيه؟ اللي هو الجهد إما أكون عايز الباور أربع ما تسعب بتقول إن الباور بتسوي فيه تربيع أوفر أر أو بتسوي أي تربيع في إيه؟ في أر فاعتبر الأر ديت عبارة عن إيه؟ يعني إما بتسوي واحد أوم normalize the value إيما مش هتفرق يعني الكارنت زي الفولت يبقى الإشارة متربعة طيب خد المعادلة دي وخد المعادلة دي لو أسمت الإس نوت على كيو تربية تديني إيه؟ حد انتابعني الإس نوت تمثل إيه؟ ها؟ السيجنال باور طيب والكيو تربيع تمثل إيه دكتور؟ تمثل هي المين سكوير إيرور اللي هي تعتبر نويس باور أو إيرور باور أو كوانتايزيشن باور كل ده في الحاجات موجودة طيب وليه باور؟ لأني رب أعطاها طيب هي كانت إيه الأول؟ كانت فولت الأول لما حسبناها قبل كده بنقول إنه طرح لتنين مع بعضها يدينا الدلتة فيه اللي هو الفولت فطلعت للقيمة بتاعتها بإيه؟ بالساوي دلتة تربيع أوفر تويرث لو أسمت ذيت على دي بص الاس نوت أوفر إن كيو أدي ذيت على دي تديك القيمة المعدلة اللي موجودة اللي احنا بنسمها إيه؟ كوانتايزيشن إيه؟ نويس بنسمها كوانتايزيشن نويس هل الكوانتايزيشن نويس ديت تعتبر عشوائية؟ آه عشوائية هل دي من القناة؟ ولا من صنع الإنسان؟ يعني هل هي بتجي كده بمزاجها يعني؟ ولا أنا اللي سببت فيها؟ مصطفى ليه بقى؟ لأن ما صممتش الكوانتايزر كويس لأن ما صممتش إيه؟ الكوانتايزر كويس طيب وإنت بتمس في المعدلة اللي قدام منك ديت لو جدت إيه تشوف الخيمة موجودة عشان أخلي الاس النقار عالية وخلي بالك إن ما أقولك سيجنال تونيزيشو عالية ليه؟ لأن أنا حاسس إن النويس ممكن بتعلق وتوطى طيب أنا عايز أفضل الإشارة بتاعتي أعلى من النويس عشان تبقى أكتر ملواعي زي ما تكون راكب مركب ودايما على إيه على الموجة الموجة ديت هي النويس والمركب هي السيجنال عشان أفضل شايفك في البحر وإنت ماشي لازم تبقى المركب فوق الإيه؟ فوق النويس عالية لأن لو فرضنا إن أنت غرقت في الموجة يبقى غرقت في النويس وطالما غرقت في النويس مش هشوفك مش هقدر استقبلك وبالتالي لازم تفضل إن أنت دايما أعلى من الإيه؟ بالإشارة طب عشان أعمل الكلام ده أقلل إيه؟ أقلل المقام ده اللي هو إن كيو تربية عشان أقلل ده أنا عارف من شوية إنها كانت بتتناسب مع الدلتا سكوير أوفر إيه؟ تويلف دلتا فيه سكوير أوفر إيه؟ أوفر تويلف تربية تربية يبقى أنا أقلل إيه؟ أقلل الستيب سايز وعشان أقلل الستيب سايز يبقى زود النمبر أوبت يبقى لو جاهس وقال سألك كده وقال لك شوف هتا ديه؟ توكيب ذا كوانتايزيشن أرور سمول ريلاتيف تو اموت سيجنال أعمل إيه؟ شفت الكونكونوجين ده؟ توكيب كوانتايزيشن أرور سمول وأنا مصلحة أخليه سمول لا أخليه سمول يا دكتور عشان الستيب سايزيشن الأرور ده يقل موما يكون سمول هيبقى ده سمول عشان يقل أعمل إيه؟ وعشان أخلي الستيب سايزيشن صغير أعمل إيه يا شباب؟ أزود النمبر أوبت أزود النمبر أوبت سؤال بقى فيه إشارة قوية هي وفيه إشارة ويك ضعيفة أخلي عشان أضمن أن الستيب سايز الاس المقار دايما أعلى أعمل إيه بقى؟ أختار استيب سايز لديه يعني النمبر أوبت لديه والنمبر أوبت لديه أعرفت الفرق؟ هل أخلي الستيب سايز سابتة سواء كانت الإشارة قوية أو ضعيفة؟ لا شوف لما كانت الإشارة ضعيفة غرقت لكن لما كانت قوية ما فرقت صح كده؟ يبقى أنت في الحالة دي هخلي الستيب سايز تتناسب مع إيه؟ مع كوت الإشارة تقد ضعيفة قوية لا لا يا ولد أنت اسمك إيه؟ محمود محمود طيب مرافو عليك يا محمود يبقى أنا أعمل تناسب طردي بين الستيب سايز وبين الامبوت سيجل كلامي صح أو غلط ها على فكرة الجزء الإيه اللي هو احنا عملوه ده كده اللي احنا خلينا الستيب سايز سواء كده أو كده سابتة في كود الإشارات بنسمها linear إيه؟ linear encoding كله زي بعضه اللي هي الجزء الحتة الإيه؟ طب الجزء ده بقى اللي الناحية ده هل استيب سايز سابتة؟ ولا تحت شكل شوف التحت جزء التحتاني مختلف على اللي فوق شوف هنا الاستيب سايز اللي هنا قد اللي فوق يعني دلتة من دلغي هنا زي دلتة من الغداء اللي هو الجزء الأزرق خفيف ده والأزرق تقيل الاتنين الاستيب سايز ما لهم سابتة هل استيب سايز هنا سابتة؟ لا مش لا مش سابتة واخبالك يبقى ده اسمها إيه؟ non linear وده اسمها إيه؟ linear وكلمة linear يعني السابت الميل سابت واخبالك طب بعمل إيه بقى؟ أعمل ما يسمى بالإيه بالcommanding وده الcommanding هقولك عليه بعد شوية انتو خدتوا زمان حاجة اسمها الFM signal فاكرين؟ فاكرين الFM وش كان فيه بلوك كده كنا بنخلص اسمه pre-emphasis والD emphasis؟ ها نسيته سمعتوا عن حاجة اسمها pre-emphasis والD emphasis؟ ما ظنش هتبتوا والله العظيم أنا قلتها كلمة D قلنا الكيرف حينزل لتحت مع التردد والP الكيرف يطلع إيه؟ لأعلى مع التردد الP emphasis والD emphasis فاكر بس العبارة دي كده ودور في الجزء بتاع الFM اللي احنا قلناه في قاعدة المحاضرات اللي هو بيقولك إيه؟ إشارة البناء آدم العادي اللي هو صوتي وصوتك كل ما التردد بتاعك بيزيد الأمبلتون بتاعتك بتقل كل ما ترددك إيه يزيد الأمبلتون بتقل بتلاقي دايما الإشارة عاملة زي اللوباس فلتر كده عالية من فوق وتنزل تحت فأنا أعمل إيه؟ الإشارة اللي هي عن تردد ده أعمل لها أعليها بس أنا كده شويت الإصارة أجي في الريسيفر أعمل دي أمفزز هدي نفس الكلام أعمل commanding يعني إيه؟ يعني أخلي زي ما أنت قلت كده باختصار أخلي الstep size تتناسب مع ال input signal يعني إما أضغط الإشارة وبعدين أعمل لها expand أضغطها عشان أخليها إيه؟ يعني أخليها صغيرة أو زي السيميلونج كده فاكرين السيميلونج اللي إحنا كنا أخدناه بجأ أعمل frequency response مش كنا بنعمل log scale ال log scale بنعمل إيه في التغييرات log scale 10 1 10 2 أخليها قد بعضها لأنها log scale لكن ما جي وقت الطبيعة ألقها واحدة كبيرة أو واحدة صغيرة فبضغط الإشارة في الجزء اللي موجود أو ما علينا هنوصل لحالة صغيرة كده موجودة إن دايماً strong signal اللي هي القوية دي اللي موجود وال big signal إن فيهم الاتنين قد بعض الstep size بنسمي ده linear encoding وده اللي بنسميه non linear encoding أو اللي احنا بنسميه non uniform ده بنسميه uniform وده اسمه إيه non uniform non uniform يعني السبسيزم السابتة في الاتنين أغيره طب هل أنت في المعمل جوه المعمل هغير الكوانتايزر هو الكوانتايزر ده مش بلوك موجود في الدايرة يعني الإشارة واحد بيتكلم بصوت عالي أروح مخذله الكوانتايزر كذا واحد بيتكلم بصوت واطي أخلي الكوانتايزر كذا قعد أغير بقى حد كده شاطري يقول لي طب أعملها إزاي عملية ما هو الكوانتايزر دايرة اتعملت واسبتت جوه الجهاز خلاص طيب أنا مرة بيتكلم في التليفون بصوت عالي واشخط ومرة بيتكلم بصوت منخفط هل الكوانتايزر بتاعها يضغير محمود 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 حللي المشكلة دا محمود دلوقتي الإنسان مرة بيتكلم بصوت عادي سمتها سترونج سجل ومرة نفس الشخص يتكلم بصوت واطي والاتنين بيعملوا في الجهاز جوه المعمل أو جوه التليفون اللي بيشتغل بالبسي ام نفس جهاز التليفون هل هغير جهاز التليفون حسب صوتك بن أدم؟ أكيد لا أكيد لا أعمل إيه بقى محمود ها أعمل التليويتر أو أعمل إفار بس خلي بالك أنا حضيف ضيلة بقى هتعمل إزاي بقى إيه؟ الحتة دي هعمل إيه؟ أعمل أخلي الإشارة تبقى لوجي سكيل مش كده؟ أخلي الإشارة دخل على بلوك كده اسمه لوجي سكيل الإشارات اللي هي اللي هي كبيرة هتخش على لوجي سكيل تبقى لينير ما أعملش فيها حاجة والإشارات الضعيفة اللي هي ضعيفة اللوجي سكيل يعمل هالي إيه؟ يروح مكبر هالي يخلي هالي إيه؟ زي التاني وخبلك فأنا ما أعمل لوجي سكيل واجه في الريسيفر أعمل أنتلوج يبقى كأن اللوجي سكيل ده هيشتغل في بند معين وبند تاني مش هيشتغل وده اللي بيسموه كومباندنج يبقى كلمة كومباندنج يعني أضغط في الريسيفر في الترانسيميتر وفي الريسيفر أعمل عكس أعمل أنتلوج اللي هي فكرة اللوجي سكيل ده هي نفسها الكومباندنج وإيه والنان كومباندنج اللي موجود يمكن تباني قدام منك هيا شايف دي أولاد؟ دي اسمها إيه؟ الأول خالص كاللينير هوا شوف حط كده نقطة كده خط مستقيم هيمشي خط مستقيم هوا هل ده زي ده؟ هنا بيعمل إيه؟ الإشارة اللي هنا إيه بص الصغيرة خالص دي بقت كبيرة هنا الصغيرة بقت كبيرة صغيرة بقت كبيرة يعني ده المنحدة اللي موجود وده اللي حصل في الإيه؟ اللي هو كومباندنج ضغط الإشارة هنا بقى الإشارة متكبر بص كده الإشارة متكبر هيبقى ده لينير هل هيفرق فهم الإشارة تكون كبيرة؟ لا مش هتقصر طيب ما أنا كده إما خلت الإشارات الصغيرة هنا انضغطت في المنطقة دي أنا شوهت الإشارة أعمل إيه في الريسيبر؟ محمود محمود بأن انا ضيف له حاجة تعدل التشويل اللي حصل ده اللي هو حاجة قبل ما أعمل الكوانتايزر أهو عملت إيه في الإشارة؟ ضغطتها بش كده؟ ده اسمه لوجو سكيل ده بص هنا إفرد إن قلت واحد اتنين ثلاثة اربعة هنا إيه الخط ده إما حط واحد أعمل دلتة هنا كده ألاقي ده أكبر من دي إيبقى أنا عملت ضغط وخدت كوانتايزر عادي ستيب صايا الساب بس غيرت في الإيموت بس أجي في الريسيبر أعمل إيه؟ أعمل عكس ده عشان أرجع الإشارة بص المنحنة ده والمنحنة ده عكس بعض ألا إيبقى ده بيعمل كومبريشن؟ عارف إنت ما تبعت الفايل كومبريشن؟ بتجي في الآخر تعمله إيه؟ إكسبانت إيبقى أنا رجعت الإشارة إيه؟ لأصله وده اللي بيسموه إيه؟ كومبريشن وإكسبانت واخد كلمة إيه؟ شوف؟ كومبريشن زائد إكسبانشن سماها إيه؟ ها؟ كومبريشن ها هو كومبريشن إيه ده؟ أنا لسه أبعده في الترانسبيتر قبل ما أعمل كوانتايزر صح؟ وبعدين الكوانتايزر ده سابت جوه جهاز التليفون مش هغيره خلاص، أنا عملت ديها تلكون الإشارات اللي موجودة سواء كانت كبيرة أو صغيرة هيعدين الصغير هو اللي إيه؟ اللي هيكبر أما الكبير لأ هيفضل ثابت لأنه المنحنة ثابتة ما تكمل المنحنة لا إذا ما هو كده ثابت هنا نفس الكلام مهما تغير خط واحدة وخط لينير اللي هي نزلين؟ لكن دايما التغيير هيتم في الإشارات ولا إيه؟ الصغير يبقى ده بيكبر وده بيضغط يبقى أنا عملت ضغط للا إيه؟ للأمبولتع وده أعملت الا إكس ابانداً بسны реб venom الى الصغيرة، الصغيرة وده نوع آخر من أنواع الكوانتايزر يبقى في عندك نان يونيفورم كوانتايزر وفي اليونيفورم كوانتايزر اليونيفورم كوانتايزر يسماً يونيفورم كوانتايزر اللي هو step size فيه إيه سابت النون يونيفورم كوانتايزر ده نوع آخر هو عبارة عن إيه الكوانتايزر الذي يتعامل مع الإشارات الضعيفة يعمل لها إكسباند والإشارات إيه ويجي في الرسيفر يعمل لها إيه لا أسف يعمل لها كومبريشن في الترانسبيتر ويجي في الرسيفر يعمل لها إكسباند مرة أخرى ديها تلقي الفرق من الاتنين وعلى فكرة في نوع آخر تالت بقى بدل معه بقى عك كده لأنه برضو تنفيذ اللوج سكيل عملي صعب بتعمل لوج أمبليفاير صعب لوج سكيل أمبليفاير تنفيذه عمليا صعب فعشان كده عمله حاجة اسمه أدابتف اللي انت قلت عليه من شوية إن أنا أعمل أكيد أتنويتر أو أعمل إيه أمبليفاير يعني أدخلها على مكبر المكبر ده يكبر الإشارة لو كانت ضعيفة ويصغر الإشارة لو كانت كبيرة وزي ما انت شايف المنحنة هؤلاء هذي حاجة اسمها الإيه إيلو وحاجة اسمها ميونو الإيلو ده في أوروبا هذي المعادلة بتاعته لو جسكيل عملي شوف وهنا برضو لو جسكيل بس فيه معامل هنا اسمه إيه ومعامل اسمه إيه وانت عارف دايما المشكلة عندنا إن أمريكا وأوروبا يعني شمال أمريكا بيحب دايما أن يعمل نفسه إيه معادلات غير إيه وأوروبا فعمل ده قانون وده قانون لكن اللي اتنين شكل بعضا ومعادلة واحدة للاتنين واخد بالك وديت إيه ما عليكش إثبتها أو لحاجة بس فقط تفهم المنحنة يعني إيه ده بيعمل إيه مرة لينير أهو ومرة كل درجة الإنحناء تقل شوي فده بيعمل إيه وده العكس بتاعه اللي موجود اللي قدام مننا عايزين بس نعمل فكرة صغيرة قوي المنحنة ده عايزة أوضحونك شوية كده مع بعض خلينا مع بعض العلامات دي معناها إيه عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين اعتبر ده الامبوت سيجنل أو لأنه كتب لك على إيه ام وفتي تربيه يبقى عشرة ديسبل أو عشرين ديسبل أو ثلاثين ديسبل أو أربعين ديسبل أو خمسين ديسبل ده الامبوت سيجنل بتاعتك معايا كده يا شباب قال لما أجي أقول عشرة ديسبل أحسبها بعشرين لوج أو عشرة لوج عشرة لوج لأنها إيه تربيه مش كده يعني مثلا لو فرضنا أنه عندك الإشارة بتاعتك خمسة فولت أعمل إيه أقول عشرين إيه لوج خمسة ولا عشرة لوج خمسة خمسة فولت الامبوت سيجنل عشرين عشرين لأنها فولت أو أربع إيه أربع الخمسة وأقول إيه عشر طيب يعني إيه كلمة عشرة عشرين تلاتين أربعين يعني الصوت بتاعك ضعيف أو صوت إيه قوة شوية أو قوة شوية أو قوة شوية أو قوة شوية هل أنا يا دكتور أهتم بالإيه بالإس يعني بالديسبل ده يكون قليل ولا يكون عالي لو كان عالي يبقى أنا أعلى من النويز لو كان منخفض هنا المشكلة ليه لأن النويز عندها تظهر ولو كان الباور بتاعة الامبوت سيجنل بتاعة ضعيفة يبقى الباور بتاعة ضعيفة شوف كده القانون بتاع الميو اللي احنا عملناه من شوية وراح معه وضلي عن الميو بتسوي سفر شوف بقى أصبح إيه ده الميوز سوي سفر يعني الجزء ده كله اختفى كله ده بقى سوي سفر يعني اللوج خلاص اختفى بقى إيه بقى إيه ده بقى لينير مش كده بقى لينير طب ولو كان ده المنحنة ده أحسن اللي هو الميوز خمسة وخمسين ولا المنحنة بيسوي سفر أحسن محمود ومصطفى اصحوا معايا هو من مصلحتي تبقى السيجنال تونيز ريشيا يعني بتتغير خطيا مع الانبوت ولا سبتة مهما كان الانبوت مفروض تبقى سبتة تبقى سبتة يبقى المنحنة ده أحسن ولا المنحنة ده أحسن ده اللي هو اللينير اللي هو عند الميوب ديه يعني أحسن كده لا ده اللي هو ده اللي يجب تتغير كل ما الانبوت يتغير فده اللي مش كوي لا ده اللي هو السيب سايز فيه سبتة صح إنما ديت عشان ضغطنا الإشارة بقى السيب سايز عمالت ايه تتغير حسب الانبوت وخابلك أنا بسأل سؤال واحد صوته عشرة ديسبل واحد صوته خمسين ديسبل يهمك السيجنة تونيز ريشو تكون سبتة في الرنج ده يعني واحد بيشخط قوي بقى ايه صوته عالي عمال يزعق واحد قعد يهمس كده هل تبقى من مصلحة السيجنة تونيز ريشو سبتة ولا السيجنة تونيز ريشو تتغير كان فيه طالبة كده اسمها إيه سارة باين كده بتكلمني بتناقش معايا موجودة طب التغيير بتاعها دكتور هو بتغيير يعني 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 امتى تطلع عشرة ديسبل لما يكون الجهد قليل صح وامتى تطلع خمسين ديسبل لما يكون الجهد بتاعك عالي يبقى الصوت المنخفض او الصوت العالي لان ده فولت صوت العالي او منخفض يهمني السيجنة تونيز ريشو كراجل بصمم داير تكون سبتة ولا تكون متغيرة تكون سبتة عشان خاطر ما تستدعيش ان انا مثلا احط دواية تانية عشان بص يا مصطفى وانت مصطفى ولا محمود بص يا محمود تكون سبتة ليه عشان انا ما يهمنيش صوتي واطي او صوتي عالي الخرج بتاع التليفون سابت بسمع في ودني كويس سواء كان صوت خافض او صوت ايه تعرف بقى لو تقول لي لو تقول لي ان عند العشرة كان بتسوغى قيمة ضعيفة لان ده الخرج المحور الرأسي ده الخرج اللي هيروح للرسيفر وده الدخل فاذا كان الدخل بيتغير خطيا مع الخرج ما هو ده مش كويس واحد تكلم واطي هسمع واطي واحد تكلم عالي هسمع عالي لا انا هي من السيجنة ونزرش تبقى سابت عشانك كده الكيرفر بتاع ميوب السواء 255 افضل من الميوب السواء زير لانك لو خدت تقريبا عند العشرين هتلاقي القس النقر بكام حوالي 35 ديسبل تقريبا صح اشيل خط كده من عند العشرين اطلع لفوق يقطع المرحنة ده اطلع كده تقريبا 35 طب خد عند الستين حلو يبقى كإنش صوت واحد صوته بيهمس كده بالليل عمال يتكلم في التليفون وحد تسمعه زي اللي عمال يزعق بالليل الايه السماعي بتاعه لكن ده بيتناسب مع الامبوت ده مش كويس تزعق يزعق فكرة التعريق على المنحنة يودك الفهم انت جبت المعادلة بتاع الس نوت على اي نوت ده الخارج بتاع الكوانتيزر هنا احسن ولا كوانتيزر هنا احسن سؤال الكوانتيزر اللي انت عملته عند الميوب الساو زيرو اللي هو اللينيار العادي احسن ولما يكون ميوب الساو 255 احسن احسن الفروض بتاع الميوب من الساو 255 برافو عليك ليه لان الامبوت سيجنل بتضير انما ده ما بتفريقش معادة تغيام الخط موجود وده العلاقة بتاع الفرق بين الديسيبل ده وده يبقى ده علاقة بين وبين بس هنا باور وهنا باور بس ده باور امبوت وده باور امبوت لخارج الكوانتيزر ده امبوت كوانتيزر ده يعني ممكن تعدي رسمة دي تعال نحسب حاجة هوا ده موجود باكتك على دكتور اه طبعا يعني احنا مثلا لما بأتكلم في التليفون مع احد لو عليك صوتي صوتي يعني عنده ولو وطيت صوتي صوتي بيقى عنده بس بس خلي بالك انا بيهمني النيز النيز بتزيد برضو مع الامبوت كل ما الامبوت زادت انت زودت المقام يا مصطفة انت زودت الباور لما الصوت علي هل انت التليفون ما بيزع بيضرف في ودنك ولا عادي ده اللي في ثابت عندك ولو تكلم برضو طعضه برضو اللي في العادي ما هو لو زادت مع الامبوت معناها ودنك هتتخرم بقى الباور بتاعتك عالي لكن انا يهمني الريسبونس بتاعتك كلمة الريسبونس يعني ايه يعني الخارج ثابت ده يهمني السيجنة تونيز ريشو ايه ثابت بس وزين رينج معين يعني بزبط كده بس في الحالة دي ديناميك مش استاتيك هنا انت عارف عارف ده كده عند سيجنة معينة ويروح نازل تاني يعني ما نجي نعمل علاقة بين الامبوت والأوبوت هتلاقي العلاقة ايه تصل لغيت ماكسما وتروح نازل عارفين الاقعاد تمد ده مد كده بعد فترة يروح نازل تاني كده لان معناها ما يشتغلش اللي عند هذي النقط ده النقط اللي بتبقى المنحنة بتاع اللينيار ده هينزل تاني خلي بالك بعد فترة لانها تبقى الستيب سايز مش متناسبة مع الايه مع الامبوت سيجن انما ده بيوفق بيعمل توافق بيظبط عشان كده الديناميك نتعرف برضو حاجة اسمها البي سي ام البندويتس تعريف آخر هوا من البندويتس المعادلة دي هتواضحة قدام منك اللي اللي هي النمبر أوف ليفل بتسوي كام اتنين قصة اين مش كده اتنين قصة اربعة لقونا ستاش اول ان بتتوى ايه لو جدي الاساس اتنين اللي والاتنين واحد البندويتس بقى بيساوي كام طيب نمسك حت حت دلوقتي احنا قلنا الليفل موجود قالك لو في عندك اشارة الاشارة بتاع الامة قفتي كان البندويتس بتاعها كام بي بي بل بي بتاع ايه الاشارة عايزة بندويتس عايزة كام سامبل اكبر من اتنين بي اتنين بي اتنين بي في ما فوق اه يعني اتنين بي مش كده لحد الادنى ده مش كده طيب كل اتنين بي معلوماتهم كل اتنين بي اتنين في ان بي انفروميشن حننقل قد ايه من اقول اتنين ان في البي لان انت قلت بندويتس كزا كل واحدة فات ايه اتنين يبقى فا ان بت بيت مش كده كل عينة فها كام ان مش ده عينة اه شباب مش ده بندويتس بتاع العينة اللي عنتك طيب كل واحدة من دول تمثلت ب ان بت يبقى انت عايز قد ايه بندويتس اتنين ان بي اتمر ايه بير ساكن يبقى البندويتس بتساوك вами ان بيل لان اشترك ال بس انت يا دكتور قلت قبل كده من مصلحة ان الان دي تزيد صح طمع ليه ليه تزيد يا رابو عالك سأل النويز بس شوف خط باند ويتس قد هيزيد يبقى انا على حساب على حساب الباند الترانسميشن باند القناة الباند ويتس على القناة هيزيد يبقى انا خسرت بدل ما كنت بقى بعد باند ويتس العينة بتاعتي كانت بتساوي برضو اتنين بي لا ده بقى ان بي والان زادت تبقى موجود تبقى مصلحتي صحيح انا من مصلحتي كيوزر ازود الان عشان النويز بتاعت تقل وعشان الاس النقار تزيد لكن هخسر في الايه في الباند ويتس الريكوارد اللي موجود ويهي امثلة بقى على الكلام ده هوت مسائل هنا احل معاكوا واحدة كده مع بعضنا كده قالك اشارة الباند ويتس بتاحها كام تلاتة كيلو اتقطعت عند كام تلاتة وتلاتين ووتلت هاير زان نايكوست قال لنا نايكوست هنا كام ستة برضى عليك ضرب اتنين في تلاتة كام خط التانية هو بكام بستة صح كده طب هو قال لك أعلى منها بتاعتها ويتلاتين وتلتة ضربت الستة في كام حطت عليها 3 و 3 بقى كام هنا قطعت انت بـ 8 مش كده يعني هو ضرب في 3 لكن انت ممكن تضرب الـ 6 في 33 و 3 الزيادة اللي انت أعلى منها كام اللي هي التـ 3 اللي موجود مش كده وبالتالي أصبح الـ هيرتز عندك اللي موجود أو الـ Fs بتاعك بـ 8 كيلو هيرتز حسب الـ step size اللي موجود قالك Mb على 2 او delta A على 2 او 2Mb على 2 الـ 2 و 1 delta V كانت بتساوي في القانون اللي فات بتساوي كام 2Mb على 2 او delta V على 2 حطت القيم اللي موجودة اللي قالك نصف المية من الـ B على الايه طب جاب المية دي منيه عشان نسبة مقوية إذ نصف المية من الـ B النصف المية هذا النصف العالمية في الـ Mb طلع لـ L بـ 200 يبقى دي ايه؟ قده اللي موجود L بكم؟ بـ 200 في حين هو عايز ايه من ده؟ هو عايز بيقول لك band limit signal أو بريتر كده بساوي كده بساوي كده بساوي كده بساوي كده عايز الـ minimum band width بعد ما حاسب الكلام ده طلع L بـ 200 حسب القانون اللي قدام منك دي الدلتا V نص في الـ Mb اللي هي القيمة اللي قدامك عنده قد طلعنا جديد قل لك الـ L في الباور اللي موجودة بـ 2 أس 7 يعني بتطلع لي كام؟ 256 2 أس 7 بكام؟ 128 طب هو ذوقت حاليا عمل 7 لإيه؟ هم؟ سؤال هو طلع L بـ 200 لما طلع لي إيه؟ L أس 7 طلعت L بـ 128 أقل من 200 ولا أعلى من 200 أقل طيب راح مزود كمان بيت طلعت لي كام؟ 50 يبقى أنا أخد 128 ولا أخد 256 وأخد 256 أفضل أفضل ليه؟ لأنه لو خدت 28 هتبقى أقل من كام؟ من المتين وبالتالي أعلك أنه لازم أختار إن كام بـ 8 اللي موجودة اللي قدام منك بحسب الكلام ده ماشي كده؟ حساب هل إيه اللي من طريقة أو جيه؟ قال لك لو أخدت كده يبقى أنا أختار 8 بيت ولا 7 بيت؟ 8 8 8 بيت وخبالك لأنه نقدر الرفرنس اللي عنده وأنا بحسبات اللي موجودة وغيره بقى أمثلة تانية موجودة في الحاجات اللي موجودة بيت حتى ممكن تقروها أنتو أو السيكشن يوضحها لك اللي موجودة الجزء بتاع الاكسبونينشا والحاجات ديت أنا احتمال كبير جدا ما زودش فيه بعد ما زبط المحاضرة كده على أساس إنه أدينك حاجة سيمبل شوية على فكرة القانون ده مهم أولاد القانون ده تعالوا نفكر سوى كده أنا وإنت كده ممكن نقول هو أل السيجنة تنزرش طلحها بالسوكة 6N بلاس إيه نخلاها بلاس إتنين بدل الواحد 6-8 عشرة قانون طلع لي قانون كده لو فرضنا خليني معكد تتوقع كده لو إن دي بتنمبت يبقى السيجنة تنزرشوكة شوف الإثبات بتاعه خلي بالك بس هو طلع لي في الآخر إن السيجنة تنزرشو بالديسبل الكلام ده كله على بعضه الجزء ده الجزء ده كده يعني يعني هو ما قول عشرة لو عشرة إس المقار على كذا ده كله على بعضه سمو إيه قول مرابو عليك ده أوبوت ولا إمبوت أوبوت أوبوت خلي بالك أنا أعتبر واحد وستة وسبعين من مية اعتبرهم اتنين يبقى اتنين زائد ستة تمانية ستة في اتنين ستة في اتنين من اتناشة واتنين باربعطاشر زائد اتنين باربو عليك طب حط إن باربعة ستة وعشرين طيب اتنين إيه اربعة بستة باربعة شنون بستة وعشرين طب حط إن بخمسة هجاه منه تلاتين هو طبعا هنا حط إيه القيمة اللي هي يعني من ستة وسبعين جات من كده صح كده يبقى واضح إيه إن نشوف كل ما السجنة تونزرشو بتزيد الإن بتإيه بتزيد القانون ده لو أنت مدخل صين ويف القانون ده لو أنت مدخل إيه صين ويف ليه صين ويف يا دكتور لأنها صينوصويدل سجنة الاسمها إيه موجة صينوصويدل هل كل الإشارات اللي عندنا صينوصويدل يعني الفويس بتاعنا صينوصويدل أكيد لا مش كلها صينوصويدل ثم الإيه إحنا قلنا من زمان فيها فويس وأنفويس مش كده الفويس سيجنل الفويس سيجنل صينوصويدل يبقى يتحكم عليه طيب الحروف الانفويس تبقى رانضم هل القانون بتاع الرانضم يمش معده لا بتبقى 6N مينس كام مينس سيفن لا اسباتها 6N مينس ايه مينس سيفن يعني لو فرضنا ان انت باعت اشارة عشوائية او اشارة انظوية سيجنال بدل ما كنت انتوقعت 5 ديسبر بتقول 5 في 6 بكام بتلاتين زي ادي اتنين يديك كام اتنين وتلاتين لا هتقول 5 في 6 بكام بتلاتين اطرح منهم سبعة 13 يبقى مرة اما ابعت الصوت يعني سينجل فريكونسي اللي هو سينجولده هلاقي الاس النقر عالية وبالتالي البريوذيك سيجنال السيجنال تو مزرشه ايه طب والراندم سيجنال طب الصوت بتاعك فيه كده وفيه كده فيه ايه فيه فويس اعتبرها سينجولده وفيه انفويس اعتبرها راندم يبا التوقع السيجنال تو مزرشه في الصوت ايه اقل من الايه من الصيدة صدل واعلى من ايه بتين فده اللي موجود اللي احنا بايه بالنص هالي الجزء الاخير ده بقى اللي هي الحاجات اللي موجودش هل اكمل ولا لسه الدماغ شغالة لا كفاء دكتور كين بس خلي بالك انا ما يهمنيش الكم بس انا يهمني انت فهمتون عايز اوصل لايه اوه دكتور لحد كده تمام يعني احنا فهمنا يعني ايه كوانتايزر من قرب بتاع الارب مستوى فهمنا يعني امتى اختارك كوانتايزر لحسب نوع الاشارة فهمنا امتى يبقى الكوانتايزر بتاعت بيرفكت امتى حسب البندويتس امتى حسب النمبر اوب بيت امتى الحاجات ده كلها مفيدة للشخص الدزاينر المهندس اللي بيصمم حاجة لعنك انت لو صممت حاجة وفيها عيب ما هي تبنت خلاصه بقى الدائرة هتصلح ازاي فلازم تخلي بالك من ايه من الشغل هل من مصلحة اخلي كوانتايزر لينيار سؤالة لا مايبقاش لينيار ليه لان اشارات بتاعتي مش لينيار تمام لان اشارات الامبوت مش لينيار يبقى لازم اتصرف اعمل حاجة هل من مصلحتي اخلي النمبر اوب بيت زيت زي ما انا عايز ما اعمال احسب شوف القانون ده من احسن كله عشان تحسن السجنة تونزر ايش شوف تاعل خارج اعمل ايه في الان ازودها عمال ازودها كل مرة السجنة تونزر بيتزيدها احسن بس هل ده من مصلحتي الحتة دي صحي امتى لليوزر لكن سيئة بالنسبة للايه يعني انا ممكن اعمل سهم من فوق لتحت كده اعمل كده ايه سهم من فوق وراسه تحت هنا كده واقول ده لليوزر واعمل سهم عكسه واقول للايه لليتشانل يبقى اليوزر بيتناسب عكسيا مع الايه معدد شانل تخيلوا الحتة دي كده قراءة فقط الاخيرة دي هو بس عشان اقولها بس العالم شغل بايه يعني هل احنا بنخلي كل واحد لوحده ولا كل واحد من دول ابعتهم مع بعض ومشون في ايه في قناة واحدة شايف الرسم دي يعني مثلا محمود على مصطفى على علي على ابراهيم كله عمال ايه يبعت هل ابعتهم كلهم في قناة واحدة مش شخص كده وابعت واجه في الاخر ايه افصلهم محمود يكلم محمود صاحبه اللي موجود علي يكلم علي ابراهيم يكلم ده اسمه ملتمليكسيك اسمه ايه بس بقسم طي يعني ابعت كله على قناة واحدة لو وديت عبارة عن ايه عن اللي بيتم في العالم هنا ببعت كم اربعة وستين كيلو بيت قال لابنحسم البتريت لي ازاي حتة صغيرة بقى من عند لو عايز احسب بقى البتريت احسبه ازاي احسب البتريت احسبه ازاي اللي هي النمبر او بيت برساكت خلينا في ده محمود خلينا في ده الرسمة دي هو هنا النمبر او بيت كام النمبر بس اتحمل عشان فيدي اللي هي عندي لسه ما وصل طب النمبر او بيت هنا كام ان هنا بكام المفوض ان هنا بكام مختلفة خمسة وبستة وبسبعة خلينا حلى واحدة بس حلى واحد اخد حلى واحد خمسة خمسة الخمسة ديت لكل ايه لكل سامبل تمام او طب كم سامبل في السابق الواحدة المفروض اكبر من اتنين تردد الشرق العاصلي يبقى كام يبقى كام ده اللي هو تمانية كيلو ما هي تمانية كيلو هيرتز يعني تمان تلاف عينة يبقى الف اس بكم بتمانية كيلو يبقى انا كأنك بالزبط موترد الاشتارى يعني باخد في الثانية الواحدة تمان تلاف عينة وكل عينة بخمسة بيت يبقى انا خدت كام بيت في السن والف اس عدد العينات 40 ألف نأ خمسة في تمانية أربعين ألف برابو عليك يبقى البيت رئت هنا كام 4 كيلو 40 كيلو تمام مش كده تمام وين كام برضو الثمانية ستة في تمانية بكم تمانية وربعين آه وين كام سبعة وهنا كام تمانية تمانية في كام تمانية في تمانية بكتيه ستة وخمسين طبيبا لا مين نص بلص بلص يا لأ انت ليك أخف قولها إعدادة ولا قولها سنة ولا قولها حتى بتدقي تمانية في تمانية بكم مباستي هارفت كلمة 64 دي جات منين نعم مباستين كيلو بتاع جات منين تمانية تمانية بس بقس بتمانية يبقى 64 كيلو بيت برساكن الثانية الواحدة خدت 8000 عينة كل عينة بتمانية بيت يبقى 64 وكذا وانت ماشي عشان تبقى عارف ما يسمى بالإيه البتريت في معلوبات كتيرة بس مانش عارف في حاجة نعم نعم ننحى الضهر دور إيه الساعة 3 ونص انت هتشتغلي تفاكر نفسك أن أنت الوحيد اللي بتصلي يعني ماشي يا أولاد طيب أنا هزبط المحاضرة دي كده شوية واختصرها كده واختصر حاجات اللي فيها ودي لك بعض حاجات موجودة اللي هحس إنها إيه مفيدة لك إن أنا ما شرحتوش والسكشن ما شرحوش هاتمروا إيه يعني قراءة يعني ليه كنت أخي بالك تاني أقول آه تمام إيه تاني الحاجة اللي هدي لك في المحاضرة تبقى معلومة ليه كتاخذها لو أنت زكرتها وانا سألت فيها لو سألت فيها وجاوبت عليها هتبقى بونس بس أنا عارف للطالب المصري لو أنت ما قلتلوش للحاجات دي جافلة المتحم مش هير لجيبشان ستودينت كده أحب لك والله دكتور بس الوقت معدية ممكن لك بعد الامتحان بس خلي بالك ضميري بيقنبني أنا بنام ومش عارف فصحة بكرة أقول لا ما أنا بطلع مهندس لازم برضو أدلو شوية معلومات يفيدوا في حياته وأنا بدي لك شوية معلومات يقراها بس يقراها وأخبالك أنا غيرك أنت عايز تنجح إنما أنا عايز أنجح عند في الأخرة ضميري ضميري ما بيسيبش المحاضرات يعني أنا بحفظها أكميمه إذا عندي بحيث أننا لو حبيت أرجع لها بعد كده أقدر أرجع لها بس بس تقرأ محمود إنت محمود إقرأ محمود بس الحاجة اللي أنا أديهالك إقرأها وعشان أضمن نكارتها احتمالها بجيب حتة كده صغيرة اللي أراها أديهاله بونس اللي ما أراهاش خلاص مش هاده أعرف شفاو دكتور نعم شفاو ولا فاينال الفاينال شفاوي إيه أنا في الشفاوي أسألك يعني معلومات عامة كده سواء كده للمعمل أو في المد وممكن يعني كده أو كده إنتو عايزين أسألكم في الشفاوي بس يا دكتور اللي حضرتك تسأل فيه برضو فإحنا مع حضرتك يا دعالة ده مصطفى ده شكل زكريين إحنا بتقلقش مصطفى ده شكل وكده هيدرب على هيدربوك مصطفى لا دكتور ما قدروش إحنا بنحب حضرتك دفع دفع ممتازة يا دكتور أنا بس يخلموا هده لكم إن أنا يعني حاسس إن الكرس ده مهم لكم في المراحل الجاية يعني وخبلك لأنك هتتعرض يعني إيه بتريد هتتعرف يعني إيه سامبل انجريد تعرض يعني إيه نمبر أوبت يعني إيه السجنة نزر شو قالت يعني إيه الأرور موجود دي حاجات دي كلها بتفيد الطالب بتاع الكميونيكيشن أنت راجل بتاع ويرلس بتاع الكميونيكيشن لازم أنت بقى شاطرة والعاجات دي موجودة فأنا بحاول بخضر الإمكان إن أنا أزود لك في البناء شوي كل ما ركب لك حاجة جذار بحوش عنك هوا بحوش عنك ملاوي إنها ما سيب لك الشابت مفتاحة كلها هتبرد وتاعي وتاع فأنا بعمل لك حاجة الرسمة دي حلوة عجباكو دي هضغط أكوانتايزر أفوك اللي هي أكسبان مش إنت ما تكون عندك ملف عايز تبعتولي ملف مضغوط بتعمل إيه هنا أضغطه 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 وبعدين أبعته صح وبعدين أفوك إيه أفوك الضغط أهي نفس الفكرة بالضغط بقى لوجسكيل الفاك أنتلوج عكس رأدونا كده في الرياضة إن الضغط بتخلي المنحنة لوجسكيل الفاك تخليه أنتلوج لكسبان عشان جا تلاقي واحد على واحد على اللوج ودي الرسمة المحاضرة دي حلوة جدا على فكرة ممكن ديها الحاجة اللي توضحنا كل فيه الحتة بقى بتاعت بتاعت انت قلت بلس طيب أنا حاول كده إن شاء الله أشوف كده أي محاضرة أضافية بتدرش تحطينا محاضرة أضافية كده يا مصطفى قبل يوم الأربع صعب والله يا دكتور يعني إحنا يوم السابت حتى الأجازة بتاعتنا عندنا حضرات وساكشن فيه يا مصطفى والله باشمانديسة نرميني ساكلماني لا مصطفى أنا مخبط على الباب بتاعك افتاحلي يا مصطفى فضل باشمانديسة باشمانديسة نرميني كلمتني وعملت ساكشن إضافة يوم السابت لدفع أنا أنا يلوم بعت لهم على اللطس من شوية الكلام ده مش هينفع نعم بعتولي برضو ساعة طيب أنا إذا قدرت خلوهم يشرحوا لكم الحاجات دي في الساكشن خيروا بارك ما عرفتش دي أنا هاعمل إيه هاخد منك نص ساعة بس في يوم تمام نص ساعة بس نص ساعة مش عايز أكتر منك أوضح حاجات كده إيه 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 حد عايز يكلمني الحتة دي حلوة عجباكو دي أقولها في الحتة دي هي دي مراجعة اللي فات يعني حنا كنا خدنا جز إيه الفرق من مميزات إيه الدجتال أوفر أنا لك أخلها لكم في المحاضرة دي برضو أخلها كده دكتور كده 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 لا لا ده مراجعة يا لك يا لك ده مراجعة يا لك دي إيه عشان نلحق الظهر بس إيه عشان نلحق الظهر دهر العصر اللي كان مسلاحكا مشتاة ونص أتنين ونص تعريب صدق أنت بتصليش أنت بتشعرت معادي الأوقات أنت شكلك قد بيصليش طبعا حاول برضا بص على أحد طيب حد دخلت المهندسة مريهان مريهان أمصطفى نعم يا دكتور مهندسة مريهان دخلت ولا مدخلتش هيا لا دخلتش لا يا بره يا شكل بتاع فيه محاضرة طيب دلوقتي بتدي سيكشن لأنه ما ظهر عند اللي هي بتاع يا أخيات بتقول لي هدخل كده ربع ساعة ولا حاجة بس يا دخلت هاي شوف طب اوقفت لأ دكتور اوقفت لتسجيل خلاص أنا عايز بس أخذ الغياب فق